مجهز لأهم الأنباء أهلا بكم قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إن حريقا اندلع في سفينة على بعد سبعين ميلا بحريا جنوب شرقي عدن إثر استهدافها بصارخين باليستيين أوضحت الهيئة في بيان أنها تلقت تقريرا عن تعرض سفينة لهجوم بصارخين ما أدى إلى نشوب حريق على متنها دون تحديد الجهة التي تمتلك أو تدير تلك السفينة وأفدت بأن قوات التحالف تستجيب للحادثة مكررة نصح السفن بالعبور بحذر وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ أربع غارات ضد قادفة صواريخ باليستية وسبعة صواريخ كروز تابعة للحوثيين في اليمن كما أسقطت أيضا طائرة مسيرة وقالت في بيان أن الغارات نفذت دفاعا عن النفس عقب تحديد الصواريخ في مناطق يسيطر عليها الحوثيون وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن الإجراءات التي نفذتها ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء ذكرت وسائل إعلام حوثية بأن مقاتلة أمريكية بريطانية استهدفت بست غارات مواقع في الحديدة وقالت أن أربع غارات منها طالت منطقة العرش شمال غربي المحافظة دون أن تذكر تفاصيل أخرى تأتي هذه الغارات بعد قصف مماثل استهدف مواقع للحوثيين في منطقة الجبانة التي تضم معسكرا للدفاع الجوي قالت مصادر بقطاع الشحن إن سفينة أخلى أفراد طاقمها منها قبل أربعة أيام في خليج عدن تواجه مصيرا مجهولا وكان أفراد طاقم السفينة روبيمار التي ترفع علم دولة بيليز قد تخلوا عنها بعد أن تعرضت لهجوم بصواريخ للحوثيين يوم الأحد فيما أنقذت سفينة تجارية أخرى أفراد الطاقم وقالت شركة ALSAU للأمن البحري المالكة للسفينة إن المياه تسربت إليها وأن مشغليها يدرسون الخيارات فيما قال مسؤول دفاع أمريكي يوم الثلاثاء إن السفينة لم تغرق حذر مسؤولنا في الحكومة من أن التصعيد العسكرية في سواحل الحديدة واستخدام الحوثيين ميناء رأس عيسى لإطلاق الصواريخ والمسيرات رفع المخاطر على نقلة صافر وبديلتها وقالوا في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط إن هناك مخاوف من أن يؤدي أي خطأ إلى سقوط قذيفة على إحداهما ما سيؤدي إلى كارثة بيئية غير مسبوقة وأوضحت أن الاستمرار في استخدام الميناء النفطي لتنفيذ الهجمات يجعله عرضة للرد الأمريكي البريطاني وهو ما يعرض صافر والسفينة البديلة التي تحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام إلى مخاطر كبيرة نهاية الموجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر